موسيقى وبعدنا أكيد مستمر نياكم بفقراتنا عبر شاشة زاكروس عربية وصلنا لفقرة أخبار الفن والمشاهير حول العالم والخبر الأول الوياية يتكلم عن تعليق للساهر بعد عدم حضوره لخليجي 25 وما هو الخلاف اللي حصل حيث كشف الفنان كاظم الساهر في تسجيل صوتي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل تخص عدم حضوره لكيس الخليج العربي 25 بالبصرة قال به اتصال واحد كان من محافظ لمدير أعمالي واعتذر منه بطريقة جميلة والمحافظ كان إنسانا راقيا وقال أقدر الظرف ونفي الساهر طلبه لمبالغ مالية لقاء مجيه للعراق معتبرا أن هذه الأشياء غير صادقة وأضاف كنت أجهز أغنية أنا وكريم العراقي وكانت بالفصحة وأنجزتها لكن ليست بالمستوى الذي أريده مشددا بالقول هذا بلدي ولا أحتاج شخصا يوصي دعوة المهم التنظيم كان رائع ديوغ نائي جديد يجمع شذا حسون وفضيل بعنوان مونا مور طرح الثنائي شذا حسون وفضيل ديوغ نائي جديد بعنوان مونا مور عبر مواقع البديوهات والأغنية من كلمات سمير المجاري أمريكية فلبينية تتوج بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023 توجت الأمريكية من أصل فلبيني أربوني غيربيل اللي حاصل على 28 عام وهي مصومة وعارضة أزيا من الولايات تكساس الأمريكية بلقب ملكة جمال الكون في نسخته الواحد وسبعين وقيمة المسابقة في نيوغ ليزدا في ولاية لويزيتا بمشاركة 84 امرأة من جميع أنحاء العالم يتنافس على الإنتاج الجديد بالذكر أن غيربيل حازت في العام الماضي على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية وكانت أول أمريكية من أصل فلبيني تفوز بهذا اللقب رقصة دمية قاتلة من فيلم رعب تغزو منصات التواصل الاجتماعي عاد مستخدم تيك توك أداء حركات الرقصة من فيلم الرعب الشهير ميغين حيث جذبت حركات الدمية القاتلة انتباه مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع انعكس على نجاح الفيلم في شباك التذاك فيلم تايتانيك سيُعرض مجددا على شاشات السينما بالتزامن مع احتفال العالم بعيد الحب حيث سيُعرض فيلم تايتانيك على شاشات السينما من جديد في 10 فبراير المقبل بعد طرحه يوم 19 ديسمبر من عام 1997 ويستم عرضه الفيلم بتقنية 4K وال3D المعاد اتقانها كما يصادف طرح العمل الجديد الذي تم انجازه في مشروع جديد للمخرج جيميس كارمون والذي حقق إرادات تجاوزت لـ 2 مليار دورار على ما ستوى العالم بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإصدار الفيلم أما شاكيرا تسخر من بيكي في أغنية استبدالة فيراري بيبينغارو والشركة تعلق حطمة أغنية جديدة لمغنية كولومبية شاكيرا تسخر فيها من بيكي الأرقام القياسية في مواقع اليوتيوب وكيد هنا تنتي فقرة أخبار الفن والمشاهر حول العالم إن شاء الله ربي استمتعتوا ياي وكنت خفي بظل عليكم على مدار الوقت المضى بهذه الفقرة ألا